السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعام سعيد وعيد سعيد على الجميع يا رب ان شاء الله الناس المقيمين في السويسرا في اي مكان في السويسرا وجميع اللغات فوق المانيا وفرنساوي وكمان عم بالانجليزي عشان اللقاح بتاع كورونا الحل الاخير اللي هو عشان نتحرر من استجن المفتوح اللي احنا عايشين فيه كل واحد عايش او عايشته في السويسرا هتخش على الصفحة دي وهتدوس على والمطلوب الاتي ركزوا معايا الاسم والسن والعلوان بعد كده كرت التأمين الصحي القران كنقاسة التأمين الصحي لازم يكون معك عشان فيه اسئلة لو حد بياخد علاج العلاج يكون جنبه او دواء عشان لازم تكتب لو انت بتاخد دواء او عندك اي مرض لازم تقول عندك ايه او عندك ايه والدواء اللي بتاخده او الدواء اللي بتاخده عشان ما يكونش فيه مضاعفات بعد ما بتعمل الكلام دوة وبتمدل الاستمارة وبتحط رقم التليفون بيجي لك رسالة اسم اس بكود معين الكود دو بتحطه تاني في الصفحة سليم وبعد كده بيجي لك ايميل مكتوب فيه كل المعلومات وحسب السن الجروب بيقى مثلا هنقول واحد اتنين تلاتة اربعة حسب سنك وحسب لو قدر الله فيه مرض وتاخد ادوية لازم تكتب اسم الدواء صح الامراض هما كابينها انت تعلم على الحاجة اللي عندك او اللي عندك لقدر الله يعني لكن مثلا واحد عنده سطاع مثلا او اسهال طبعا لا يعني ايه لو حد مثلا عنده سكر عنده ضغط عالي كده يعني الحاجات التانية لقدر الله بيجي لك بعد كده الايميل بيقول لك مثلا انت جروب واحد او جروب اتنين او جروب تلاتة او جروب اربعة عشان دلوقت الدكاترة ما الضغط عالي جدا عن الناس الناس عرفت ان اللقاح دواء اللي حتنطف في سويسرا ممتاز جدا وما فيش اي مضعفات الحمد لله انا لسا مسجل النهاردة وحطوني رقم تلاتة لما يجي لنا بعد كده بقى طبعا هم عندهم برقم تليفونك والايميل بتاعك وكل حاجة لكن هم بيبعثوا عن طريق الاسم اس هيبعث لك الوقت والمكان اللي تروح تاخد فيه التطعيم العلوان قدامك وهو وياريت اي حد في سويسرا ساكن الحاجة دي اللي اللي عايشين في سويسرا فقط تروشوا على نفس العلوان وتملدنوا وتكتبوا اسميلكم وعنوينكم وان شاء الله تاخدوا اللقاح الفايدة بقى فيه اللقاح ده اللقاح ده هتخليك تسافر هتروح هتفتح الدنيا معك تاني لو انت هتسافر او انت هتسافري دولة محطوطة على الخط الاحمر دولة مثلا فيها كورونا كتير في افريقيا بقى دولة عربية دولة اوروبية انت هتطلع عادي او هتطلع عادي بس لما ترجع هتقعد عشر ايام او اربعتاشر يوم كارنتينا الا لو البلد دي مثلا ربنا كرمهم وبقى عندهم دوة لكورونا عشان بس تبقى فاهم او تبقى فاهمة هو الحل الوحيد لنا كلنا بدل السجن احنا عايشين فيه دوة اللي هو اخذ اللقاح وربنا يسطرها عالجميع وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته